حرص الجهاز الفني ولاعب الفريق الاول لقرة القدم بالنادي الاسماعيلي على توجيه التهنئة لجماهير الدرويش كناسبة حلول شهر رمضان المبارك وطالب لاعب الفريق من الجماهير بمزيد من الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة حتى تخطى الفريق أزماته الحالية التي لا تليق باسم وشعبية فريق الدرويش وكان الاسماعيلي قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة من أجل احتفال اللاعبين بأول أيام الشهر الكريم مع عائلتهم على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء الأحد المقبل استعدادا لمنافسات الدور العام والجدير بالذكر أن الاسماعيلي سيأخذ مباراودية يوم السلساء المقبل ضد فريق مصر المقاصة على ملعبه بالاسماعيلية في إطار التحضيرات النهائية لأولى لقاءاته المحلية ضد فريق المصري البور سعيدي والمقرر إقامتها يوم 13 إبريل القادم على ملعب برج العرب بالاسكندرية